السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمانة منطقة حائل بتعلن بدء التقديم للرجال والنساء على برنامج تطوير الخريجين في مختلف التخصصات بتعلن أمانة منطقة حائل عبر حسابها الرسمي عن بدء التقديم رجال والنساء على برنامج تطوير الخريجين في مختلف التخصصات مسمى البرنامج برنامج تطوير الخريجين الشروط المطلوبة للتقديم على هذا البرنامج أن يكون المتقدم سعود الجنسية أن يكون مسجل في موقع صندوق تنمية الموارد البشرية أن يكون حاصلا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات التقنية والصحية والإدارية مدده لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة فصلين دراسيين أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكروريوس أو أعلى من إحدى الجامعات السعودية أو الخارجية المعتمدة من وزارة التعليم يجب إرفاق قرار معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم في حال كانت مصدر الشهادة خارج المملكة العربية السعودية أن لا يكون لديه خبرة عملية سابقة في القطاع العام أو الخاص لتجاوز سنة ميلادية لا يتجاوز العمر 30 سنة ميلادي أن لا يكون المتقدم ملتحقا بأي عمل حاليا في القطاع العام أو الخاص أن لا يكون الفرض ضمن قائمة المحظورين لدى الصندوق أن لا يكون المتقدم استفادة من رصيد التدريب منتج تطوير الخريجين تمهير الاستفادة الكاملة بما لا يزيد عن فرصتين بما مجموعة 6 أشهر للفرصتين أن لا يكون الفرض مستبعد من منتج تطوير الخريجين تمهير بأساهم صندوق تنمية المورد البشرية بدعم خريجين معاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية وحملة البكارليوس فأعلى بمكافأة تبلغ 3000 ريال شهريا ولمدة تتراوح من 3 أشهر إلى 6 أشهر مزايا تطوير الخريجين تقليص الفجوة بين مؤهلات الفرض والمهارات المطلوبة لسوق العمل تهيئة وتطوير الخريجين بالخبرة العملية والمهنية وفق احتياجات سوق العمل توفير تجارب عملية عالية الجودة وزيادة فرص التوظيف مكافأة مقدمة من صندوق تنمية المورد البشرية تبلغ 3000 ريال شهريا التقديم متاح من يوم الأربعة بتاريخ 13-12-1445 الموافق بالميلادي 19-6-2024 وده الإعلان خريجنا لغالي إذا كنت ممن تنطبق عليه ضوابط وشروط برنامج تطوير الخريجين الذي يقدمه صندوق تنمية المورد البشرية هدف شارك بياناتك مع مكتب متابعة المتدربين بأمانة منطقات حائل هنا تقوم باستكمال البيانات الخاصة بملء هذا النموذج الاسم الرباعي رقم الجوال وتاريخ الميلاد اسم الجهة التعليمية التخصص الدقيق المعدل الدراسي هنا تقوم برفع المؤهل العلمي هنا تحميل السيرة الزاتية ارفق شهادة مدد الأجور والتأمينات تأميناتي إذا وجدت هل سبق لك التسجيل في موقع طاقات للتدريب على رأس العمل برنامج تطوير الخريجين نعم أو لا هل لديك الرغبة بالتقديم على فرصة التدريبية المطروحة على موقع طاقات لبرنامج تطوير الخريجين صندوق الموارد البشرية نعم أو لا هل سبق لك الاستفادة من برنامج تطوير الخريجين ارفق مؤكد التسجيل في موقع طاقات ثم تعهد بأن جميع هذه البيانات صحيحة وغيرها من الأشياء ثم اضغط على إرسال فينها تمنى للجميع التوفيق ترجمة نانسي قنقر